في طابور الأولويات يقف راكان الجبور في آخر الصف فالأولويات بالنسبة إليه هي المشاريع التي ينجزها رغم التحديات الاستثنائية التي يواجهها شواخص وأدلة ذلك فيما تشهده المحافظة من أعمار حقيقي ملموس وهو بذلك يؤسس لمفهوم قل ما نجده عند غالبية ساسة اليوم مفهوم تجلت فيه روح الإيثار والتعاون مشاريعنا في الواحد وعشرين سيكون طريق الكوكتكريث السيد الثاني واحد من مشاريعنا الكبرى إكمال كل القطاعات التي تم نسيانها من قبل المهندسين أو القطاعات نتيجة حجم العمل نحن أعطينا كل القطاعات المبالغ الكافية بحيث لا يبقى أي شيء في القطاع لأنه في حجم في التسعة عشر حقيقة المهندسين لزخم العمل متبقي فرع هنا وفرع هناك اليوم غطيناها لدينا جولة واسعة من المدارس لدينا المداخل ما الكاركوك سيتم إكمالها لدينا تأهيد طريق تكريث كاركوك أربيل إلى أرطو كوبري سيكون أكثر اتساعا ويجدد من جديد عمل راكان سعيد بأصعب وأحرج الظروف التي تمر بها المحافظة حرج سياسي وآخر أمني لكنه تمكن من تجاوزها بالصمت المعهود وفق مقولتي دع عملك يدل عليك ولو نظرت إلى واقعه الشخصي لوجدت أن منزله في قريته ما زال خريبا محطما رغم أن بمقدوره إعماره لكنه آثر على نفسه إلا أن يتم الأمانة الملقاة على عاتقه في أن ينهض بواقع المحافظة العمراني رسالة لمواطن كاركوك داخل حدود بلدية كاركوك إذا كان هناك شارع طوله عشرة متر لم يبلض بلدية كاركوك وطر كاركوك مستعد لتبليغه في أي لحظة يريده أحلى لدينا التمكن المالي والإداري وخطة 19 شملت كاركوك بدون استثناء بكل أحياءها ما عدد تجاوزاته العشوائيات أما كل شيء رسمي طابه نحن مسؤولين عنه وبذلك نقول المواطن الذي شارعه لا يبلط عليها أن يقدم امطلب إلى المحافظة وسيبلط إعمار الأنفاق والجسور والطرق الفرعية والرئيسة شاهد على ما أنجز من مشاريع شملت المركز والأطراف مجهود سيتوج بقرب افتتاح المطار الذي استحصلت المحافظة رخصتها من سلطة الطيران المدني رخصة الطيران فقد أعطيت منحة المطار رخصة رخصة الطيران الآن سبق مسموح للطيران لكن الطيران يحصاج إلى تدقيق فني على الأرض بحيث لا يبقى مشكلة فنية وإدارية أو أمنية وبذلك اللجنة ستأتي يوم الثلاثة وتقدم تقريرها على ذلك من حد الموعد الافتتاح لقناة الفلوجة عبدالله العامري كاركوك ترجمة نانسي قنقر